يونه أذي سافر ذم سافر السنوذ يجوز لك القصر ويجوز لك الفطر آتشة رمضان يارنت قصر ذي الظالثي صلاة الرباعية وغل سناث طهور ثلاغ ربعات وغل سناث العصر ثلاغ ربعات وغل سناث العيشة ثلاغ ربعات وغل سناث الطهور ذالعاصر أنت زلت جمعة تقديم جمعة تقديم قصرا نغج جمعة تأخير قصرا المغرب للعيشة أنت سلوك للأكد للمغرب أنت سلوك للعيشة لحد الشيء الضالف يقول لفاورة سيدو كانت يسكو للمشقة نغل السفر ما هي العلة السفر خطر المشقة ليس وصفا ظاهرا يزمر السفر يجوز لك يومي فانتفلس عقو ويضو 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 نرى فانتفلس عقو نغلع ويضو 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 سفي ميلز ما ديني وائد وائد سفي لا تصلح هذا شكو صلحا الوصفا يكون ظاهرا السفر كنغش حالي كيلومتر أكثر من ثمانين كيلومتر يجوز لك فرحض السيا غروهران نغسيا رتقورت رمضان تشيث يجوز لك ستين فاظر أكثر رمضان الفرد أبرغرميث فظليث يجوز لك القصر هذا وصفا ظاهر خطر السفر أما المشقة ليست وصفا ظاهرا ولا تصلح للعلة للتعليل سيبور سأون في مرثم سلتك يا شكيني عندما يعجبون في ركفة الطموبيل كات كات كليماتيزي يرنان رمضان يرنان في الزلد 40 سنة حينو كانت تلاحظ في غيول نفس زيلة وي إنساو لدي ما ليرزمه ويثيك وغور ويثيك وغور الشرعي العلة لابد أن تكون وصفا ظاهرا في بداية الحديث العلمان الركن الأساس هو العلة إذن وصف الظاهر